يا محلى أردن يا محلى أردن فعلا يا محلى أردن ومن هذه الأغنية منطلق لبلدية مؤاب الجديدة ومنعرف طبعا بلدية مؤاب الجديدة من البلديات التي لا تعاني من الديون وهي من البلديات الواسعة انتشارا ومساحة في محافظة الكرك وقراها متناثرة والطبيعة الطبوغرافية فيها صعبة اليوم سنتعرف أكثر على هذه البلدية بكل تفاصيلها طبعا نحن دائما نحب ناخد من مناطق بلدنا الجميل الحبيب ونتحدث عنها سنعرف اليوم عن هذه البلدية عدد سكانها طبيعة المنطقة فيها الأهم من هي إنجازاتها ومدى تعاونها أيضا كبلدية مع المواطنين وكيف قدرت هذه البلدية تكون تجربة فريدة إنها بلدية خالية من الديون تفاصيل في غاية الروع والأهمية سنعرفها من خلال الشيخ عوض الطراونة وهو رئيس بلدية مؤاب الجديدة صباح الخير هلا يا صباح الخير يا هلا فيك الله يسعدك يا شيخ شو أخبارك؟ والله بهديكي ألف سلام أنت وكل التلفزيون الأردني العظيم اللي دائما بنعتز فيه أكيد بنعتز في كل أعماله تسلم نحن تحياتنا لحضرتك ولكل أهالي مؤاب الجديدة أكيد في محافظة الكرك أنا سألتك تحت الهوى ليش اسمها مؤاب الجديدة نعم قلتلي إن شاء الله يا رب تضلها جديدة لأنها هي جبال مؤاب أكيد نعم هي جبال مؤاب وهي جبال مؤاب وهي بلدية واسعة الأطراف بس أنا بدي أتحدث أولا أني أقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير المرسلين وعلى أنبياء الله أجمعين أخت سكندرا هاي بلدية مؤاب بلدية واسعة الأطراف نعم 35 كيلو متر طولا من بلدية المزار للخط الصحراوي في منطق أزمال فريفري وهاي بلدية وعرضها 30 كيلو متر نعم يعني 1050 كيلو مساحتها نعم هذه بلدية فيها قرى كثيرة وفيها عشائر كثيرة فيها عشائر الطراونة كاملة وعشائر النعيمات كاملة وعشائر الإقضاء كاملة ونص عشائر الحجائر لأنه فيه عشائر الحجائر فيه إلهم في السد كمان سد السلطاني إلهم بلدية والبشابشة وما شاء الله يعني بلدية واسعة وقرى متناثرة قديش تقريبا عدد السكان فيها 50 ألف نسم إذا ما كان أكثر 50 ألف نسم وطبيعتها فعلا صعبة وطبيعتها صعبة ولكن بلدية إحنا لما استلمت البلدية بـ 28 ثماني لـ 2013 اجتمعنا أنا والأعضاء وحكينا أنه إحنا بدنا نقوم في العمل على وجه أصيل ونمشي فيه حتى أنت الأعضاء دائما وأبدا لازم تجوني يوميا نتابع كل البلدية إن شاء الله فالأعضاء المحترمين الجيدين كلهم بيجوا علي الصبح يعني كأنهم موظفين وبنمشي كل واحد بمشي برأيه أنت روح هيك وأنت روح هيك بعض ما أنت روح إلحق سيارات بعيد عنك النفايات وإنت إلحق اللودرات يعني كنا بنشتغل فيها وإحنا قمنا بالعمل خير قيام إحنا عندنا موظفين والحمد لله عندنا عاملين وأخذنا شوية سيارات من وزارة البلديات لكن لا تافي بالغرض فإحنا بنقوم حتى بديانات عندنا ديانات ليست يشتغرها بعيد عنك زيحنا النفايات وزيحنا هذا ليس كافية ليس كافية بلديتنا بلدية جيدة والحمد لله طرحنا عطاءات كثيرة طرحنا أول شيء عطاء بسبعمائة ألف دينار من صندوق البلدية وردينا كمان عطاء ذاني سبعمائة ألف دينار من صندوق البلدية وأخذنا ما يعادل مليون و三 gratuit ألف دينار من المنحة الخليجية من وزارة الأشغال نشكر سام الهلسة شكر الجزيل المحترم الجيد الخلوق اللي دائما وأبدا مع جميع البلديات مش مع بلدية مؤهب إلا مع جميع البلديات أنا بثني عليه وكمان بشكر وزيرنا وزير البلديات المحترم وليد المصري اللي دائما وأبدا نحن بتمشأ في توجيهاته توجيهات السديد العظيمة وما بيكسروا معنا ونترحم على هيثم النحلة الله يرحم ويخلده بالجنة اللي كان دائما وأبدا البشوش اللي بلاقينا بأخلاق عالية بلدية مؤهب بلدية واسعة وقمنا بأعمال مش قليلة قمنا بأعمال مش قليلة ممتاز نعرف عنها إذا بدكي أسردها عليك هيك لأني أنا بتعرف لا أسردها خد راحتك تفضل أول عمل قمنا فيه عمل أسوار على المقابر لأنه الميت إلو الإحترام إلو الكرام وإلو حرمة طبعا فأول ما قمنا على جميع المقابر في القضاء وسوينا لهن أسوار وأبواب وجهزناهن أول ما سوينا مقبرة الحامدية لأني لما جيت عليها نهار والله هي مقبرة فاتحة وبعيد عنك في الحيوانات والهذا بيسونا عليها فاستأت من هذا الموضوع حافظنا عليها وسوينا علىها سوينا كمان مقبرة محي سوينا المقابر دائما وأبدأ بنبعث ليهن عمال هذا من ناحية المقابر قمنا أنا لما جيت على البلدية وجدت الآليات أغلبها معطل وغير مرخص فأول ما قمنا على التصليح والترخيص على الآليات البلدية حتى تكون سالك للعمل وإن شاء الله دائما تقوم بعمل أخير إن شاء الله كل أمور كم سالك عملنا على تركيب حوالي ألف وسبعمائة وحدة إنارة جديدة وصلحنا حوالي ثلاث آلاف أو أكثر من ثلاث آلاف صيانة فعنا كهربجي وعنا واحد حطينا على الرافعة وكل يوم على بلد قرى الطرابنة حوالي سبع قرى كبيرة نعم قرى النعمات حوالي خمس قرى كبيرة محي يمكن كمان مساحات كبيرة وفيها حوالي قريتين ثلاثة الحامدية الفريفري قرى متناثرة وبعيدة عن بعض لكن معنا دائما وأبدا قامين بعملنا خير قيام كأنه الحمد لله عند وجوهنا ولا إش يعني مصلا يعني ما شاء الله عليكم ما شاء الله بإرادتكم وبمجهودكم وبحبكم لهذه المنطقة اللي أنتوا عايشين فيها اللي عم بتحاولوا تعملوا كل هاي عملنا حملات نظافة كمان مع طلاب من المدارس بيجونا ومع الشعب بيجونا وبينسوي حملات نظافة على أساس تكون بلدنا دائما وأبدا نظيفة وجيدة دائما إحنا بنتابع شكاوى المواطنين تلفونات نفات حيث كانوا الخلوي واللي في تلفون العادي دائما متابعين شكاويهم ولا إنسان بيشتكي حتى اللي بيجي وما سوينا له إشي بيطلع رضيان من الأخلاق العادي ما فيه مشاكسات ما فيه صح أكيد واضح يا شيخ عوض الحمد لله الله يجب سيكم الخير تم الحصول على مبلغ مليون دينار هذه من الوزارة اللي اشتغلنا فيها الخلطة الساخنة أولا نعم قمنا بطرح عطائنا من صندوق البلدية اللي حكيت تلك عنهن قمت أنا لما جيت في عنا شهداء بتعديت يوم والله فيه محطوط قارمة محطوط عليها الشهيد محمد سلمان الطراوني الله يرحمه الله يرحمه والله هو الدوار عمود كهرباء وعليه حوالي طوبات خمس طوبات محطوطات قلت يعني هذا يليق في مقام الشهداء إنه هذا الشهيد يكون هيك فحكيت معناي في المعاني رحمة الله عليه كان على الحقيقة قلت له الله أنا مريت اليوم لقيت دوار يعني ما بليق في مقام الشهداء محمد سلمان الطراوني وفيه شهداء كثير وهذا ما بريق أنه تحط عموده عليه خمس طوبات وشغلة مخزية فسمعني قائد الجيش الله يطول عمره فحكى قال لازم هسه يطلع المهندسين ويعملوا دوار على حساب الجيش فعملنا الحمد لله دواوير حوالي ثمانية ثمان دوارات اشي على حساب الجيش ولا على حساب البلدية واشي جمع من المواطنين نعم نحمد الله كل بلد فيها هسه دوار دوارين لشهداء والحمد لله بنورن بهالليل والشغلة صار معلم تاريخي يعني اللي وده أنا بدي ألاكس كاندربا قولت رايك هيك عدوار الشهيد عدوار الشهيد عدوار والحمد لله احنا بلديتنا بخير وبيألف نعمة ان شاء الله دايما بخير وان شاء الله دايما من تطور لتطور بس الشيخ عوض يعني إذا الواحد بده يستفسر عن موضوع انه بلديتكم خالية من الديون وحضرتك قبل شوح حكيت انجازات كتير كبيرة وانجازاتكم فيها تصليح وفيها يعني تربائي فبتحتاج أيضا لمصاريف حكي لنا كيف قدرتوا انكم انتوا يعني تقوموا بالموازنة بين اللي بتصرفوا عليه وانكم ما تركبوا على حالكم الديون وتكون فعلا بلدية مقابل جديدة خالية من الديون بلديتنا نحمد الله خالية من الديون لأنها أول إشي بلدية نظيفة وما فيها أيات عبث عنا جماعة اللي هم مدراء المناطق محترمين وجيدين شروة أهلكي دائما وأبدا متواجدين عنا وفي عنا مدير مالي كمان من البشابشي خالد البشابشي إنسان جيد وعظيم حتى لو انها دقرة صغيرة ما تلقاها بلدية أمينة وفية وفية وعنا الحمد لله يعني مبالغ عالي في البلدية حتى موظفيننا دائما وأبدا بيخذ رواتبهم قبل الشهر الحمد لله ودائما بنطلع من صندوق البلدية وبنشتغل يعني بلديتنا جيدة يعني كويسة بعدين موظفين على قدر مش موظفين في بعض البلديات فيها خمسمائة وستمائة وألف وألفين نحن لقا بلديتنا قدر عمال وموظفين يعني حوالي بتقدروا تقولي مية الموجودين فيها صحيح والحمد لله يعني شيخ عوض بلدنا بخير وخيراتها كتير بلدنا بخير والحمد لله أمورها ممتازة زي ما أنت قلت يمكن إحنا محتاجين بس الفساد يبعد الحمد لله إذا الفساد بعد زي ما في بلدية مؤابل جديدة فعلا الخيرات بتكتر وبتعم على كل الأشخاص وبشوفوا الخير قدامهم بشوفوا منطقتهم أجمل مناطق ففعلا يعني منحترمكم على هذا الإشي ومنقول إن شاء الله كل البلديات وكل الأشخاص بكل المناطق أنه يقتدوا فيها والله من تخوي أنا أول ما بشكر الله نعم على نعمة الأمن اللي احنا عايشين فيه الحمد لله والأمن الحمد لله صح وبعود هذا الفضل لله أولا وللقيادة الحكيمة ثانيا صحيح وللشعب الواعي ثالثا اللي احنا شايفين اللي التهم الحريق حوالينا كلهم وما في اللي احنا صارت هي الملجأ هي الحضن الدافي لجميع العرب الحمد لله فنحمد الله يطول ربنا سبحانه وتعالى عمر جلالة الملك آمين يا ربنا والعائل الهاشمية آمين وإحنا كمان فيه الحمد لله عنا يعني كمان حكام إداريين صحيح مثل مصرف لواء المزار مدير قضاء مؤاب اللي دائما وأبدا متواجد معنا باسم المبيضين هذا اللي أسأله عن تعاونكم مع الحاكم دائما وأبدا متواجد دكتور باسم المبيضين دائما وأبدا متواجد عنا ليلة نهار على التلفون بيجي الله يطول عمره ويخلي إلينا آمين وبنطلب من الله سبحانه وتعالى إنه ما ينقلوا عنا ولا يبعدوا عن مؤاب إن شاء الله يا رب ما بيبعد ولا حدا من الأشخاص الكويسين عنكم وظلكم متشاركين ومتعاونين بالرقي بمؤاب الجديدة عمد الله شيخ عوض احكي لنا شو خطتكم المستقبلية يعني أنا سعيدة جدا بوجود حضرتك اليوم وشايف السعادة والحب لمؤاب الجديدة وساعدتك بكل الأشخاص اللي عم بيساعدوكم للارتقاء بمؤاب شكرا لك حكي لنا شو خطتكم المستقبلية طبعا حضرتك وكل الأعضاء وكل المتعاونين معكم والله خطتنا المستقبلية أولا إحنا علي أني حكيت لك إنها بلدية واسعة نعم في بعض الشوارع بعدها ما انتهت فخطتنا أول أن نكمل كل الشوارع المؤاب تمام وثانيا أنا بنفسي أني أسوي مجمع دوائر مجمع دوائر اللي إن شاء الله أنه نجمع كل دوائرنا فيه إن الله راد نأخذ لنا قطعة أرض إن شاء الله ونعمل فيها المبنى هذا إن شاء الله في مساعدة إن شاء الله وزارة التخطيط تكون كل الدوائر موجودة بمجمع واحد تكون موجودة بجمع واحد مع أنه إحنا دوائرنا كلها حاليا قرى الطرابل كلها في مجمع واحد. بس إن شاء الله بدنا نسوي مجمع عن ألا راد وهي بدنا نشترك قطعة أرض. وأنا كنت رئيس مجلس إعمار كمان. دائما وأبدا إن شاء الله قائمين في عملنا خير قيام. وكل شيء اللي يصلح البلد إن شاء الله اللي نمشي. إن شاء الله واضح من محبتكم ومن إرادتكم وتصميمكم على عمل وفعل ما هو صحيح. شيخ عوض طب إذا بدنا نحكي عن التحديات أو المشكلات سيمكن اللي بيتواجهكم. مع أنه أنا ما كنتش حابة أحكي لأنه شايفيتك شخص متفائل حضرتك وكل اللي موجودين معاكم. بس بتقوموا بالعمل العمل الصالح. بس إذا بنعرف شو مشكلتكم بمؤابة الجديدة. شو حبين عندكم تحديات وحبين أنه فعلا يعني تتخلصوا منها. والله مشكلتنا هي قلة سيارة بعيد عنك. قلة سيارات النفايات. قلة السيارات النفايات لأنها منطقة واسعة وبتمشي 35 كيلو متر. ومكب النفايات بعيد عنها حوالي 70 حوالي 110 كيلو. 110 كيلو ودين سيارات وبتعرفي خراب السيارات كثير. ولولا أنا ساهرين دائما وأبدا على التصليح. ولا بتقعد البلدية بدون سيارات. طب من وين السيارات هاي يجب أنه تتزودوا فيها؟ من وزارة البلديات. وما قدمتوا لوزارة البلديات؟ والله قدمنا وأعطونا ما قصروا. أعطونا كابسات تنتين. وأعطونا كمان قلاب من القلابات صغيرة وأعطونا لودر. يعني ما قصروا. مو عالقد كمان هم فكرك الوزارة مي كمان زينب. بس حاجتكم أكبر من هاي. بس حاجتنا والله أكبر. وهذا والله اللي بتحدى. ولا بلديتنا والله ماشي بأحسن وجه. الحمد لله. نحمد الله. والله ما فيها تقصير إشي. الحمد لله. نحمد الله ونشكره. يعني إحنا ساعدين جدا بوجودك شيخ عوض. وبختام فقرتنا. شو بتحب تحكي لكل طبعا الأشخاص اللي عم بشاهدونا. وأيضا تحديدا لأهالي مؤاب الجديدة ولكل ما يمن فيها. والله أنا بعرف أول إشي. بشكر التلفزيون الأردني اللي جابنا لها الاستضافة المحترمة العظيمة. عندها الوجه الجيد المحترم. واجبنا شكرا. أنا بحكي لأهالي مؤاب. أنا بعرف يا أهالي مؤاب. إنكو دائما وأبدن كلكو كاملا. بما أنا عشائر متناثرة بعرف إنكو رضيانين علي. لأني إنسان مستقيم. وما عندي إلا العدل. أو بنسى القضاء أو بنسى لا والله. والله إني بعرف كل أهالي مؤاب مبسوطين مني. واللي بلاقوني دائما وأبدا. بقولوا لي ما تروح عن البلدية. والحمد لله أنا المهم أرضي الله أولا. وأرضي ضميري ثانيا. وأرضي الأخوان اللي أنا ماشي لأجله. يعني يا شيخ عوض. نحن نورتنا بيوم جديد. وثماهم في وجوههم. إن شاء الله يا ربي الله يقدرك ويقدر كل الأشخاص اللي بتعاونوا معك للارتقاء بشكل كتير كبير بمؤاب الجديدة. أحمد الله على سلامتكم. إن شاء الله بتوصل بالسلامة. أكيد إحنا كمان موجهة تحية لكل أهالي مؤاب الجديدة. ومنؤلهم صباحكم سعيد وصباحكم طيب. إحنا فخورين فيكم بيئة البلدية. على كل الجهود بتقوموا فيها. وبشكل صالح. يعني وبشكل متعاون وبحب. إحنا محتاجين نحبها البلد. عشان نعطيها. وإنت دليل أكيد حضرتك ولكل الأشخاص لحب بهاي. والله أنا دائما برنامجك صباحا دائما وأبدا. وعارفك يعني كأني دائما جالس معك. أنت محترمة وجيدة. الله يخليك. الله يخليك. شكرا 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 شيخ أوض الطراون رئيس بلدية مؤاب الجديدة يعطيكم ألف عافية. إن شاء الله نستضيفكم بحلقات قادمة كمان. نعرف عن إنجازاتكم بشكل كمان أكبر. الله يطور أمك ولك ألف شكر. شكرا لحضرتك. شكرا.